السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار فصل الثاني في مادة اللغة العربية للسنة الثالثة ابتدائي كالعادة نخليكم رابط هذا النموذج في تعليق مثبت إذا نبدأ مع النص ثم نجيب على الأسئلة لقد شهد القرن العشرون أعظم التطورات والأحداث التي عايشتها الإنسانية ففيه تقدمت العلوم تقدما مثهلا لم تشهد البشرية مثله قط ولعل أعظم اختراعات هذا القرن أجهزة الكمبيوتر التي غزت كل المخابر والمصانع والمؤسسات وحلت محل كثير من العمال والموظفين بما تختصره من وقت في حسابات معقدة ما كان من الممكن إجراؤها من دون هذه العقول الإلكترونية أسئلة الفهم يقول سؤال الأول ما هي أعظم اختراعات هذا القرن؟ الأسئلة الأولى تكون من النص قال ما هي أعظم اختراعات هذا القرن؟ قال هنا ولعل أعظم اختراعات هذا القرن؟ ماذا؟ أجهزة الكمبيوتر إذن نكتب أعظم اختراعات هذا القرن أجهزة الكمبيوتر أو الحاسوب استخرج عملا مفيدا يقوم به الكمبيوتر في النص نجد هنا وحلت محل كثير من العمال أي يقصد على أجهزة الكمبيوتر بما تختصره من وقت إذن ما هي الشيء الذي يقوم به الكمبيوتر وهو شيء مفيد إذن هو اختصار الوقت بما تختصره من وقت في حسابات معقدة أي أنها تحقوم بحسابات معقدة في وقت قصير أي تختصر الوقت إذن نقول العمل المفيد العمل المفيد الذي يقوم به الكمبيوتر الذي يقوم به الكمبيوتر وهو اختصار الوقت إذن وهو اختصار الوقت قال استخرج من النص مرادف الحاسوب وضد كلمة سهلة الحاسوب يجد أجهزة الكمبيوتر إذن مرادف كلمة الحاسوب وهو الكمبيوتر وضد سهلة ضد سهل هو الصعب ضد سهلة هو صعبة أو نجد في النص في حسابات معقدة معقدة وهي الصعبة وضدها وهي سهلة أو مبسطة إذن معقدة هو ضد كلمة سهلة معقدة ضد سهلة وهي معقدة أو صعبة استخرج من النص فعل أخوات كان صفة أداة نفية اسم وصول وكلمة تبدأ بهمسة هذو أسئلة اللغة إذن نبدأ بالنص لقد شهد القرن العشرون إذن ماذا فعل القرن العشرون شهد القرن العشرون إذن شهد فعل دائما السؤال لكون ماذا فعل هو ليجبنا الفعل نقول هنا التي عايشت الإنسانين ففيه تقدمت العلوم ماذا فعلت العلوم أي تقدمت العلوم إذن شهد هو فعل أيضا تقدمت هي فعل إذن شهد فعل أخوات كان قلنا أخوات كانان مثلها باليوم أول شيء أخوات كان هي كان عندنا كان عندنا في بداية اليوم نقول أصبح أو أصبحت أيضا أضحى أو أضحت أمسى أو أمست بات أو باتت ظل أو ظلت ونقول أيضا ليس أو ليست إذن عندنا أخوات كان نحوسوا عليها في النص نجد ما كان من الممكن إذن كان وهي من أخوات كان أخوات كان وهي كان صفة قلنا الصفة التي تتبع الموصوب في كل شيء في أربعة أشياء تكون بدأ ألف و لام أو في الحرف الأخير التشكيل تاعة الحرف الأخير أيضا في المفرد معناها في العدد تكون مفرد ولا مثنى ولا جمع أيضا تتبعه في التذكير والتأنيث معناها يكون مذكر أو مؤنث إذن نشوفوا لقد شاهد أعظم التطورات والأحداث التي عيشت الإنسانية ففيه تقدمت العلوم تقدما مذهلا نلاحظ هذه ما فيهاش ألف و لام أيضا هذه ما فيهاش ألف و لام تقدما مفرد مذهلا مفرد تقدما مؤن مذكر أيضا مذهلا مذكر تقدما جاءت بالتنوين بالنصب مذهلا أيضا تنوين بالنصب معناها تشبهه في أربعة أشياء إذن هذا هو الموصوف دائما الثاني وهو الصفة الثاني مذهلا صفة صفة عندنا مذهلا أداة نفية قرنا في أدوات نفية وشا عنا؟ عنا لا ولم ولن حوسوا في النص نجد هنا لم تشهد البشرية مثله قط لم إذن نقلنا أدوات النفية وهي لم اسم وصول اسم وصوقنا التي الذي الذين اللوات اللذان اللتان نجد في النص أعظم تطورته الأحداث التي التي عايشتها الإنسانية إذن اسم وصول التي كلمة تبدأ بهمزة كلمة تبدأ بهمزة نجد في النص لقد شهد القرن العشرون أعظمة إذن نجد هنا أعظمة أيضا عندنا أجهزة الكمبيوتر إذن نكتب أعظمة إذن كلمة تبدأ بهمزة وهي أعظمة في السؤال الثاني قال حول الجملة التالية من الماضي إلى المضارع شهد القرن العشرون أعظم التطورات شهد في الماضي في المضارع نقول يشهد إذن يشهد القرن العشرين أو القرن العشرون أعظم التطورات يشهد يشهد القرن العشرون أعظم التطورات أن قضع سؤالا للجواب التالي شهد القرن العشرون تطورات كثيرة إذن نقول ماذا شهد القرن العشرون إذن ماذا شهد القرن العشرون وندروا علامة استفام لأنه سؤال هذه عليه نصف العلامة ندروا عليه علامة استفام في الوضعية الإدماجية قال أردت أن تخبر أصدقائك بأهم الإختراعات وفوائدها في عدة مجالات أن النقل الطيران الاتصال معرفة الاتجاهات أكتب فقرة من أربعة أو خمسة أسطر عن هذه الإختراعات وكيف تمكن العلماء من اختراعها إذن أعطانا أجلسية المحاورة لنهضروا فيهم إذن قال أهم الإختراعات وفوائدها في عدة مجالات أذكر لنا النقل ثم الطيران ثم الاتصال ثم معرفة الاتجاهات إذن نبدأ بأول شيء نقول بلي تمكن الإنسان ماذا تمكن من اختراع عدة وسائل أو عدة أجهزة في عدة ميادي إذن فكر في النقل واخترع ماذا اخترع السيارة أو نقول القطار وفكر في الطيران واخترع الطائرة وفكر في الاتصال واخترع أجهزة الاتصال أو الهاتف وفكر في معرفة الاتجاهات أو بحث عن معرفة الاتجاهات واكتشف أو اخترع البوصلة هذه هي تقريبا سندروا في الموضوع إذن نكتب تمكن الإنسان من اختراع عدة وسائل كان في حاجتها ففكر في وسيلة للنقل واخترع السيارة وفكر في الطيران واخترع الطائرة وفكر في الاتصال واخترع الهاتف وتمكن من معرفة الاتجاهات بواسطة البوصلة كل هذا جاء بفضل العلم والعلماء والكثير من التجارب إلى هناك خلاص معنا الفيديو تعالينها اليوم أتركوا في رعاية الله وحفظه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر